النهاردة انعقدت الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احنا هنا بتتكلم على أكبر كيان تنموي موجود عندنا في مصر طبعاً هذا الانعقاد جاء تلبية لدعوة فخامة الرئيس من خلال قراره الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 واللي بيدعو فيه مؤسسات وكيانات الجمعية العامة للتحالف الوطني للانعقاد النهاردة حصل انتخاب لواحد وعشرين عضو لأن يشكلوا مجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة معانا على تلفون أستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأرمان أهلاً بيك أستاذ محمود أهلاً بحضرتك وكل السلام مشاهدين ده احنا نقدر ناصف أنه ده يوم تاريخي للتحالف الحقيقة هو يوم تاريخي وعايز أقول حضرتك النهاردة كان يوم جميل جداً جداً الحمد لله المجتمع المدني بأكمله التحالف الوطني من بداية فكرته وبداية إنشاؤه في مارس عشرين اثنين وعشرين وده كان نزبط العام ده كان عام مجتمع المدني وصريح من سادة الرئيس وعايز أبدأ بكلامي بشكر لسادة الرئيس رأي المجتمع المدني في جمهورة ناصف العربية الحقيقة إحنا كجمعيات أهلية منكنين جداً لسادة وعلى هذه القرارات أولاً إحنا اشتغلنا من مارس اثنين وعشرين مع بعض وتخلقت شراكات كبيرة جداً من هذه المؤسسات لكان كل مؤسسة تشتغل في جزيرة منعزلة بدأنا نعمل مبادرات وقوافل وشراكات وبرتكولات من تحت مصرات التحالف الوطني لعمل أهل التنموي والحقيقة سادة الرئيس كان يتابع عن كذب هذه الأنشعاليات وهذه الشراكات وبالتالي وافق أن يكون قانون للتحالف وإنشاء التحالف والقرار الأخير بإنشاء التحالف الوطني ودعوة الجماعة العمومية لانتخاب مجلس الأمانية مجلس الأمانية يتكون من خمسة وعشرين عضو واحد وعشرين عضو تم انتخابهم النهاردة وأربعة بالتعيين من قبل فخورة الرئيس وأربعة بالتعيين سادة الرئيس إن شاء الله الفترة الجاية يعينهم إذا يكتمل المجلس الأمانية للتحالف الوطني وهو أول مجلس في تاريخ هذا التحالف خمسة وعشرين عضو وطبعا ده زي ما حدك قلت ده أكبر كيان تنمو مش في مصر بموجود ستة وتلاتين كيان هو أكبر ستة وتلاتين كيان من المجتمع الأهلي في جمهورة مصر العربية نقدر نقول تحية مصر جمعية الأرمان مصر الخير جمعية رسالة بنك الطعام شاء زانس الحادة طبعا وكلهم جمعيات محترمة لا كلها كيانات ضخمة وكمان الواحد وعشرين كلهم من الشخصيات المحترمة جدا وبالتالي يعني مش هقولك ده شيء يدعو للتفاقل إحنا شفنا التحالف عمل إيه شفنا التحالف بيقدم إيه للمواطنين شفنا التحالف بيقدم إيه لأهلينا في قطاع غزة وبالتالي يعني البنشمارك بتاعنا قاعد عمال بيعلى محمود كل شوية فدايما هيمقع لنا يا اللهي كلامك مصدوط وكلامك جميل إحنا كانت أول قافلة صحيح كانت أول شاحنة تدخل من بعض الرفح كانت للتحالف الوطن ربنا يوفقكم بجد من قلب يعني وإحنا كلنا كلنا لأنه هو التحالف في الآخر خلص هو مكون من هذه الجمعيات والكيانات اللي وراها هذا الشعب العظيم فمش أولك كلنا وراكوا إحنا كده كده معاكم ربنا يوفقكم وزي ما كنت بقولك كده البنشمارك قاعد عمال بيعلى فإحنا إيه يعني هننظر بالمزيد من الأمال القصوى مش بس الأمال الكبرى يعني من وراء هذا التحالف أو لأهدف هذا التحالف اللي بإذن الله بإذن الله تكلل بكل نجاح كل شكر لك أستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأرمان